من المتوقع أن تصدر المحكمة الإقليمية في مدينة دريستن في ألمانيا اليوم حكما بحق قاتل المواطنية المصرية مروى الشيربيني وكان الادعاء قد طالب بإنزال أقصى العقوبة بحق المتهم أليكس فينز والذي طعن الضحية عدة طعنات داخل المحكمة وعندما حاول زوجها الدفاع عنها انهال عليها بالطعن أيضا وألحق به إصابات خطيرة الادعاء الألماني طالب بإنزال أقصى العقوبة بحقيقات للمواطنة المصرية مروى الشيربيني ومحاولة قتل زوجها وفي جلسة عقدت بالمحكمة الإقليمية في مدينة دريستن قال إن الجاني خطط طويلا لارتكاب جريمته ونفذها كما خطط تماما على حد تعبيره وفي القانون الألماني إنزال أقصى العقوبة يعني السجن مدى الحياة وإذا اعتبر ذنبا جسيما فهو لن يحظى بوقف للتنفيذ بعد خمسة عشر عاما القاتل أليكس الذي طعن مروى الشيربيني عدة مرات في المحكمة اعترف بجريمته لكنه أكد أن هذه الجريمة لم تكن بدافع كرهه للأجانب لكن يبدو أن القضية بدأت تأخذ أبعاد مختلفة مع ظهور وثيقة جديدة بعث بها الادعاء الروسي حول حالته النفسية هذه الوثيقة تشير إلى أنه لم يؤدي الخدمة العسكرية بسبب معاناته من مشاكل نفسية وانفصام في الشخصية تطورات يمكن أن تؤثر على مجريات المحاكمة وتؤجل النطق بالحكم الأربعة وكانت قضية مروى الشيربيني والتي عرفت باسم قضية شهيدة الحجاب قد أثارت غضبا كبيرا في عدد من الدول الإسلامية واعتبرت الجريمة موجهة ضد المسلمين وفي مصر شارك الألاف في جنازة مروى الشيربيني بعضهم ردد هتافات معادية لألمانيا وفي زيان بي بي سي ترجمة نانسي قنقر